داهمت عناصر امنية مقر حزب اصلاح عدن في القلوعة واتهم الاصلاح في بيانه تلك العناصر باعتقال محمد عبد الملك الامين المساعد للاصلاح من منزله بالاضافة الى قيادات وناشطين اخرين بينهم امين عام نقابة الاطباء وحمل الاصلاح في بيانه امن عدن مسئولية سلامة المعتقلين وحذر في الوقت ذاته مما اسماه مغبة التمادي في تجاوز القوانين والاستخدام السيء لاسم المؤسسة الامنية مطالبا الحكومة والتحالف بوقف هذه الممارسات التعسفية داعيا الحزاب السياسية لادانة هذه التصرفات غير القانونية ليست هذه اول مرة يتم فيها استهداف مقر اصلاح عدن فقد تعرض مكتب الحزب للاقتحام والاحراق في مايو الماضي في ظل صمت ادارة امن عدن لم تصدر اي مواقف من الحكومة والتحالف تجاه الاعتداء على اصلاح عدن لكن احزاب مشترك تعز اعتبرت الحادثة استهدافا للعملية الديمقراطية برمتها واضرارا بسمعة الجهات الامنية اغلاق مقر حزب الاصلاح واعتقال قيادات ونشاطاء في الحزب حدث خطير يضر بمستقبل العمل السياسي بنظر محللين خصوصا وان الاعتقالات تمت لاسباب سياسية ولشخصيات مدنية وناشطة في المجال العام ويذهب مراقبون الى ان استهداف اصلاح عدن ما هو الا سلسلة من الاحداث المتتابعة التي تستهدف خلخلة الامن بالعاصمة المواقة تقوم بها جماعات محلية خدمة لاطراف اقليمية لكن اقتحام وحدات امنية لمقر حزب اصلاح عدن يعيد للواجهة التساؤلات حول من الذي يدير العاصمة المواقة ومن المستفيد من تفخيخ الحياة السياسية فيها